كريمة لباني حلوة واقتصادية مش هتكلفك كتير وهتعمل معاك كمية حلوة قوي وممكن كمان تخزينيها في الفريزر واتطلعيها وقت ما تحتاجيها عميل ايدينا مش هنحتاج نشتري اي حاجة من بره ويلا بقى نعمل الطريقة مع بعض هتحبها قوي 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 وشغل نظيف بايدي كنتي يلا بقى نشوف المكونات مع بعض قلبة قشطة وجدنا مسلسات وكمان تلات معلق دقيق وكوبايتين لبان هنحط بقى كل المكونات دي مع بعض في الخلاط هنبدأ بكوبايتين اللبن وبعد كده بعد ما نحط اللبن هنحط الدقيق تلات معلق دقيق واتنين مسلسات كنا مسلسات وهنحط بقى معلقتين قشطة القشطة دي انا جايباها بستة جنيه العلبة دي مش غالية ولا حاجة ولو عندك اللبن طبعا تخدي الوشي بتاعه وتحطه في التلاكة وتخدي الوشي بتاعه هيعمل لك اشطة هنخلطهم كويس بقى في الخلاط مع بعض لحد ما يندمجوا مع بعض ونقلبهم كويس خلطتين تلاتة كده بس كده نقلبهم بقى مع بعض كويس وبعد كده نرفعهم على النار ويدينا برضو في الطاصة نقلب فيها كويس علشان خاطر ما يتقلش مننا جامد بالشكل ده ممكن توطوا عليها العين عادي واول ما يدى ايد المعانا كده شوية خلاص نوطي ونفضل نقلب فيها الحاد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه اهو ده القوام المزبوط بتاعه ونسيبها بقى تاهده شوية ونخلطها خلطة واحدة بس في الخلاط وتطلع معانا بالشكل الجميل ده كريمة مزبوطة قوي نستخدمها في حاجات كتير جدا اشهره من مكانها البشاميل وان شاء الله اول ما هعمل طريقة البشاميل هحطها لكم في صندوق الوصف بازن الله هتلاقوها محطوطة في الفيديو ده من تحت ياريت بقى اللي يعجبه الفيديو ياريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوك كل فيديوهاتي كريمة اقتصادية مش هتكلفك اي حاجة وكل في البيت مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة